ينضم إلينا من القاهرة سفير محمد قباطي وزير الإعلام اليمنية السابق سيد محمد ما هي الرسائل الداخلية وأيضا الخارجية من هذا الهجوم؟ مساء الخير لكم ولكل مشاهدي قناة الغد في الحقيقة هذا الحادث الإجرامي الدني والقسيس الذي راح ضحيته ما يزيد عن حوالي 30 من الشهداء والعشرات من القرحة يوضح إلى حد كبير طبيعة العقلية الإجرامية التي يتمتع بها نظام الإنقلاب الحالي في صنعاء وما عمله من طوال فترة الست سنوات الماضية من ما ارتكبه من قرائم ضد الإنسانية وقرائم حرب طوال الفترة الماضية يعني استهداف مطار مدني بهذا الشكل البشع وطبعا انكشف المنوقف ورائه بالمحاولة التالية لمحاولة استهداف الحكومة مرة أخرى في قصر معاشيق بطائرة مفخخة تم إسقاطها أيضا بعد ذلك بساعات يوضح إلى حد كبير محاولة يعني الاستمرار في زرع الفشل لأي توافق يعني يستهدف في النهاية طيب هل هي رسائل موجهة فقط للحكومة اليمنية الوليدة أم أنها أيضا محاولة لإفشال اتفاق الرياض هل يعني ذلك انتهاء التسوية السياسية في اليمن بالتأكيد الحوثيون ومن ورعهم إيران كانوا طوال الفترة الماضية منذ التوقيع على اتفاق الرياض ظلوا يعني يحاولون زرع كل المصاعب أمام تنفيذ مثل هذا الاتفاق والاتفاق بحد ذاته يشكل منعطفا قديدا لمواقهة الانقلاب بكل مفاعله نحن لا نشك بتاتا بأنهم سيستمروا في مثل هذه وديدنهم كان طوال الفترات الماضية هو استهداف أي تحرك يحقق مواقهتهم وأيضا في النهاية هم يزرعون المصاعب أمام أي تسوية سياسية إطلاق هذه الصواريخ بالقرب من عدن يوضح إلى أنه كان مطلوب منذ البداية مواقهة هؤلاء الناس واكتثاثهم من أي مناطق قريبة من العاصمة المؤقتة عدن هم لا يمكن أن يسمحوا لعدن بأن تقوموا بدورها وبالذات مع هذا الاتفاق الأخير عدن كان هناك أمامها إمكانية لتستعيد دورها وفي مواقهة الانقلاب هذا هو السؤال يعني تتوقع استمرار هذه الأعمال المجرمية في مواقهة مختلف المشاكل نعم طيب إذن بات الملف الأمني سيادة السفير من الملفات الأساسية في أولويات الحكومة وهذه الإدانات الواسعة التي وقه بها هذا العمل الإجرامي الخصيس كان يتطلب أيضا موقفا حازما من المبعوث الدولي من مارتين جريفتس لكي يدينه بشكل واضح ويدرك بأن هؤلاء القوم يعني في النهاية هم مجموعة إرهابية كان يجب أن لا يقف هو حقرة عفرة أمام تصنيفهم دوليا كمجموعة إرهابية دولية هذا التوقع الآن مطلوب من العالم أن يعزز مثل هذا المسار تثبيت هذه المجموعة كمظمة إرهابية من قبل راعي دول الإرهاب هو إيران يريد أن يربك المنطقة ويدخلها في المزيد من الأوضاع التي تهدد الأمن والسلام الدوليين نعم يبدو أن سيادة السفير لا يسمعني لطرح السؤال ولكن على أي حال انتهى وقت المقابلة أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة كنت معنا سفير محمد قباطي وزير الإعلام اليمني السابق ترجمة نانسي قنقر